اشادت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة لرئيسة مجلس النواب بمحافظة مملكة البحرين على موقعها الريادي ضمن الفئة الاولى في تقرير وزارة الخارجية الامريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص للعام الخامس على التوالي واشارت معاليها الى ان هذا الانجاز الحقوقي الرفيع المتواصل يأتي تجسيدا للرؤية الملكية السامية لجلالة المالك المعظم في تعزيز حقوق الانسان واحترام الحريات وصون مقدراته في ظل دولة المؤسسات والقانون وضمان المساواة وتوفير الانصاف والعدالة على جميع المواطنين والمقيمين واضفت زينة لان هذا الانجاز يعكس جهود الحكومة برئاسة سمون العهد رئيس مجلس الوزراء في تحقيق التطلعات الملكية السامية والعمل وفق منظومة حكومية رائدة ومنهجية عمل متميزة وشاملة ودعم حقوق الانسان في كافة الاجراءات والممارسات بصورة دستورية حضارية واكدت معاليها دعم السلطة التشريعية للارتقاء الدائم للمنظومة الحقوقية التشريعية وتعزيز الثقافة الحقوقية تشريعيا ورقابيا ومن حيث الممارسة واشارت معاليها الى ان اشادة تقرير وزارة الخارجية الامريكي بحرص المملكة على رسم سياساتها المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالاشخاص هي اشادة مستحقة فرضها الواقع والميدان وما تم انجازه من مشاريع بارزة وبرامج نوعية شاملة اشتركوا في القناة